افتكر في مرة من مرات مرات الحكايات الزريفة او الندرة كان في حد من الخدام بيخدم الدير دير قم بصمويل سنة 1181 وبعدين جي كان ابونا نصاصة امين الدير ساعتها فلاحظ انه ما بيتناولش فابوله بتتناولش ليه قال له ولا اقدر قرب من التناول قال له ليه قال له بكل اسف اتحطت في موقف وعملت عقدة مع الشيطان والشيطان قال لي اعمل اي حاجة الا المناولة ترنم تخدم تعمل اي حاجة الا المناولة بكل اسف وفقت ومن ساعتها وانا متضمر فجيه ساعتها قال له لا ما ينفحش لازم نصليلك لما جيه يصليله بس طبعا الروح حضر عليه وبهدله بهدله مش قادر اقول لكم وقعدوا يصلي كان فيه اربعة من دير براموس هناك في الدير عندنا كهنة مع كهنة يتدير وقعدوا يصلولو وما خافش ما خافش لانه كان عمل عقد بقرطه وكان صعب جدا فوق الوصف بس ساعتها يقول له عملوا بقرطه كارسة سيقول له تعمل اي حاجة انت عويس بس الجسر الدم لا لا حرقا من فحش فحش يقرب افتكر في مرة من مرات وانا في الدير حد من الكهنة بقيتنا حالة غريبة بسيط لقيت واحدة يعني لها صورة كده حد بيصورها طيق الشيطان فوق كتافة طريقة شكله بشع جدا ورانوا الصورة بامانة وبعدين فعدت بدأت بصلي البيت زي الفل فيش حاجة حلوة فاش اروح شريرة فبلها بيت فيه حاجة واحدة بس تفك اللغز ده قيتلي ايه هي قلتلها انت بتتناولي كل الدقيقة قيتلي دي بقى ما بفوتاش ابدا يا مرتين يا ثلاثة في الاسبوع يا اربع وجمعة وحد يا جمعة وحد انها ما فوتش اسبوع ما تناولش فيه مرة او اثنين او ثلاثة يا استحيل طلع عشان خاطر كده الشيطان مش قادر يدخل فيك لو انت هملت في التناول اللي انت شافه في الصورة ورى ظهرك ده هيخش جواك مش قادر يقرب منك عشان بتتناولي طالما متحدة بجسد المسيح ودم وبتتناوله مرة كل اسبوع يا استحيل سحر يأثر فيه ولا حاجة تأثر فيه يا استحيل مش ممكن يقدر يخش طالما المسيح جوه النور جوه الشيطان ظلمه ما يخشش غير في المكان المظلم انما المكان اللي كله نور هيخش الشيطان استحال عشان خاطر كده اكتر حاجة حرق الشيطان هي الجسد قدام مقدرش يقرب مبيقدرش يقرب عشانا بقول لكم المتناول مرة كل اسبوع على الاقل ده اللي هيصونك ويحفظك في الارض والسماء بس تصون المناولة مش يتناول روح يعمل الغلط لا تناولت التحدي بالمسيح ماسيبش نفسي بلا ضابط ماينفحش ماينفحش موسيقى